فيروس كورونا فضح الدول الكبرى قبل الصغرى وحطم أسطورة التقدم الطبي في الغرب فكانت مشاهد الجثث تملأ الشاشات والمواقع وما خرجت هذه الدول من الموجة الأولى للفيروس إلا وهي منهكة تماما بالرغم من كل إمكانياتها الهائلة هذا ونحن نتحدث عن دول الغرب المتقدمة كأوروبا وأمريكا فكيف هو الحال في الشمال السوري شبه المحاصر والذي يفتقر للإمكانيات اللازمة والكوادر الطبية المؤهلة لمواجهة هذه الجائحة ما تبقى من كوادر طبية وبما توفر لها تقف على خط المواجهة الأول مع الفيروس متصدية بما تستطيع للحد من تأثيره وانتشاره عدد الوفيات من الكوادر الطبية نتيجة فيروس كورونا بلغ سبعة أشخاص حتى اليوم في حين وصلت الإصابات في صفوفهم إلى أكثر من 2615 مصابا بالفيروس أي بنسبة تجاوزت 13.45% من إجمالي عدد الإصابات في المناطق المحرر وفيما يبدو أن الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا قد أثرت سلبا على القطاع الطبي إلا أن هذا القطاع منهك أصلا وشبه مدمر جراء ما فعلته آلة أسد العسكرية التي أول ما تستهدف تستهدف القطاع الطبية والكوادر الطبية وبإحصائية سريعة فإن القصف الهمجي لميليشيا أسد قتل أكثر من 900 طبيب وعامل في مجال الصحة وأكثر من 3500 بين معتقل ومغيب في سجونه فضلا عن استهداف 91 منشآة طبية خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي شهدها ريفو إدلب الجنوبي والتي انتهت بتهجير أكثر من مليون وأربعمائة ألف مدني وصلوا إلى المناطق الشمالية ومخيمات النزوح المعطيات هذه حملت القطاع الطبية أعباء تفوق أضعاف قدراته وطاقاته فجبل الزاوية بقراه وبلداته التي يبلغ عددها 35 والتي يسكنها أكثر من 100 ألف مدني لا يحوي إلا نقطة طبية واحدة بإمكانيات معدومة ويبعد أقرب مشفى عنه أكثر من 35 كيلومترا واستغياب كامل للمنظمات الداعمة أو حتى الجهات المعنية في المناطق المحررة وهنا يكمن التساؤل عن إمكانية صمود واستمرار القطاع الطبي وإلى متى ستبقى المنظمات والدول المعنية مكتوفة الأيدي تجاه الفيروسات التي تفتك بالمناطق المحررة مجهرية وصغيرة كانت أم مرئية على شكل زعيم عصابة ترجمة نانسي قنقر